السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوات اخواتاتي كديري البصريكم باخير هان ينكركم زيانين نتمنىكم قاعد تكونوا باخر وعلى اخر فانما كنتو تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديال اليوم اجيت ان شاء الله سنتقسم معكم الكيكة الحامض او الكيكة اليومية بطريقة اللي بسيطة ناجح مية في المية مشكلة كيجي عالي واسفين جي من الداخل موين غادي تشوفوا معي ان شاء الله فانتمنى يعجبكم اتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا معي المكونات والطريقة اليالو وكذلك انتم ما كتتفرجوا ما تتبقلوش على اختكم بواحد لايك على الفيديو وقبل ما نبديو الفيديو دياناك فيما العادة منسوش الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين فمباشرة معي المكونات وطريقة التحبير فباسم الله على بركة الله سوف نحتاجوا هنا لخلط الكهربائي او المونينكس او استعملوا تطربة يعني الكهربائي ولا المكسور ولا مهم استعملوا اي خلط عندكم سوف نوضع فيه ربعة ديال الحبات ديال البيض اللي يكونوا في درجة المطبخ بالنسبة للبيض انا عندي الحجم ديالو صغير إذا كان البيض تامر فاضيفو غيث لسه ديال الحبات كيبقى كافي مع طبيعة الحال اول حاجة اعفونا كندفوها اي او احترش الشيشة ديال الملحة اول حاجة من بعد اربعة ديال البيضات اللي في قص فوقه وكذلك كاس ديال السقار وكذلك غدي نوضع هنا واحد الملقة ديال القشور ديال الحامض فقط داك القشرة ديال على برة يعني ما كنحكو غي داك القشرة على دا على برة باش تعطينا ديال النكهة ديال الحامض فماشاء الله جسد الكيكا روعة والمضاق خيالي وحد المضاق فيها رائع غدي نضيف هنا بعد ما خلطت زيان البيض مع السقار غدي نضيف هنا كاس ديال الحليب اللي يكون في درجة المطبخ كذلك كاس ديال الزيت بالنسبة للحليب البيض يكونوا في درجة المطبخ ما تخدموش بهم وما بلاجة مهمة كوة السبب انه الكيكا يعني ما كيطلعش ليكم كيكون عندكم البيض بارد وكذلك الحليب يكون بارد وكذلك الحليب بارد والكيكا بطبيعة الحام ما غديش طلع معاكم فاخلي واحد ستاخد داك درجة المطبخ عاد خدمو بيهم صفينا بعد ما خلطت زيان داك المكونات فرقت الخليط اللي ديال الكيكا في واحد الإناء وضعت عليها كذلك معلقة ديال الحامض واحد المعلقة عصرت واحد الحامض ضم واحد المعلقة كبيرة اللي عامرة كذلك الدقيق بالنسبة للدقيق كيبقاه لحساب النوعية ديالو كيف ما كنعرفو كاملين دقيق كيختلف من النوعية لأخرى صفي ضيفته وضفت جوج اكياس من خاميرات الحلوية من الوزن ديال 7 كرام يعني 14 كرام اللي وضعته والدقيق كان بقوا نضيفوه بطبيعة الحال بالتدريج وحنا كنخلطه وحنا كنخلطه بطريقة هادي مهما دول قوام ديال الكيكا ديالنا من بعد ما ضفت له الدقيق شوفوه معارك يجي يعني ماشي قاصح وماشي جاري في نفس الوقت مهما كيجي على هذا القوام هادا كما كتلاحظو داعتي هنا المول ديالي مو بالمال ديال الكيكا العادية بالنسبة لهذه المول هادا را كاين في كل بيت مستحيش يبيث ما فيه هاد المول هادا صفي دحنتو بالقليل من الزيتر الشيك بالقليل من الدقيق صفي وغذي نفرغ فيه الكيكا ديالي مو حدسر من الاسرار انكم كنت تفرغوhe الكيكا حوالوا انكم ما تقيصوش دك الآن القلب brand حوالوا انكم ما بتقيصوش بالكيك باش الكيكا ديالكم ما شاء الله يعني III طلع معاكم مزيد نضيف المقلات ميقلات نضيف المقلات بالنسبة للمدة القياب دياله تقريبا اخذت لربعين دقيقة حتى لخمسة واربعين دقيقة صفية تكون واجدة ما كن هبطها شل تحت بصيفة نهائية يعني في الجهة ديال فكا تطلع وكا تطيب وكا تتحمر صافي وكا نحيدها هذا هو الشكل اللي لان بعد ما اخرج سم الفرن كتشوفوه هنا رابقية سخونة غدي نخليها كواحد المدة ديال جوش دقيقة غاي كتتبرت شوية صافي وغدي ناخد هنا وحط طبيصل فين غدي نقدمها ان شاء الله وغدي نقلبها ونكت نفط وكا القلب باش كتأكدوا ان الكيكا ديالكم ما لاسقاش معاكم وهنا نتوما بعد ما حيتها بقلبتها ونشوفو معاي كتجي رطبة اسفن جي مداخد صراحة كتجي خاطيرة والمادق شوف ما كنعرفوكم ان المادق ديال الحامض شكو فينا اللي مكن يعجبوش لك المادق ديال الحامض كيجي فيها داين وكتجي صراحة رائع جدا بالنسبة لزيين انا هنا خضيت واحد الياغورت ديال البانان اه خلطته بواحد الملعقة زيان ومن بعد در توفر المميكة هنا يا صفا وغدي نزين زين بسيط رزاف وتزين كيبقى اختيار كل واحد وباش كيبغي يزين وعلى حسب الي متوفر طبيعة الحال فيمكن لكم فعود الياغورت ديروا شوكولة يعني لوغتوا شوية الحلوة ديالتكو زيدة ديروا شوكولة بيضاء او شوكولة سوداء كيبقى لكم الاختيار كيما قد لكم طريقة زين كل واحد وطريقته وعلى حسب الي متوفر طبيعة الحال صفا غدي ندير انا خطوط بحال هكا دك الياغورت ومن بعد خطيت واحد الحامضة قطعت منها واحد طريفة مع ورقة ديال النعنع وصفا دوي كيكوشكين ديالها نهائي كيكا اللي بسيطة بزاف تزين بسيط ونتيجة روعة ما شاء الله الكيك ديانا كيجي طالع كيجي الصراحة طالع وخفيف والمادق ما تشبعوش منه وكتوجيه في رمشة تعين حضروها ليكم ضياف كومرا ما شاء الله كتجي رائعة ودي الكيكا اليومية اللي يعني اللي كنديروها دائما فنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها وترضو عليها ناجحة 100% غجربوها كيفما هي وغدت نجح معكم ان شاء الله حتى بنسبة الاخوات المبتدئات اللي عمرهم حضرو الكيك غدشيكم خاطير في هالطريقة هذي وغينجح معكم الكيك من اول تجربة هنا غد نقطع معكم طريق ثم خليوها من الاحسان خليوا حتى تبرد عاد قطعوها نرى بقية سخونة شوفوا معي ما شاء الله من الداخل اليال كيفاش كتجي كتجي اغزالة كدي صراحة خفيفة بحلي الرشة بحلي مهزينش ويعني كتجي ما شاء الله روعة فنتمنى من اخوتي اخواتي انكم تشربوها وترضو عليها في الكومنتي فما تنسوش الى جربتوها ولا الى عجبتكم الوصفة تبرد عجيوها مع خطكم صحابكم معك الناس اللي كتعرفو فضلا وغليس امرا كذلك لكتو جدادوا الاول مرة كتشاهدوا هذا القانون اللي كتشاهدوا هذا الفيديو نقول لكم رحبا بكم في قناتي وقناتيكم بعليكم غيتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش بقوا توصلوا بكل ما هو جديد فنتمنى كوخفيفة ضريفة على قلوبكم تكونوا وصفات اللي كانت بغتاجي معكم تكونوا فينا لإعجابكم امرا وهو واحد الذي يعجب بكم و Bjprk ومتلقوا قد تجربتوا جميع الوصفات لي Скالihn وكذلك foundations شكرا اشتركوا في القناة